نعمل الشغل مع بعض لكن هناك نعمة للشغل اللي حنعمله مع بعض جيل متى صح 16 كنيسة رب كنيسة في تعبير بالانجليزي مليانة إمكانيات مختلفة عن الأجواء المحيطة بيها دائماً كتاب مؤدس إعلانه دائماً في الكتاب مؤدس من أول سفر التكوين لآخر سفر رؤية رب دائماً بيخلق مجتمع أو كنيسة وفي العهد جديد مدركين مجتمع أو الكنيسة دولة أفراد يعني مش حيطان يعني فبيخلق أفراد أبطال أبناء مجتمعات اللي حاصل فيها أقوى ومختلف عن المحيط بتاعها فالتعبير الميزي يعني مش بس مقاومة لكن هي مليانة صلابة مليانة إمكانيات مختلفة عن الأجواء فطبعاً مش محتاجة أذكارك ب أيام سفر الخروج لما كانت بيوت شعب الرب مليانة نور ومصر فيها ضلمة بهائم شعب الرب كتعيشة وبهائم مصر حصل فيها تعب كده يعني فمش محتاج أحكي لك لأنه دايما من أول عدن فعدن هي ملقانة كل حاجة بس الأرض خريبة فعدن فيها كل شجر للأكل شهية للنظر مليانة كل حاجة وأنهارون وأنهار خارجة تسقي عدن وحواليها أجواء أخرى فمن أول تكوين رب دائماً بيخلق مجتمع إمكانياته مختلفة مرة ثانية ما تتلخبط من كلمة مجتمع مجتمع يعني أنت لا سعدوني ابتسموا في وشي لو تسبتوا في وشي سأقولوا جملة اللي وراها بسطولي كده مش هقولوا جملة اللي وراها فحسني محتاج أشرح مجتمع يعني حضرتك حضرتك المجتمع لا يوجد مجتمع من غيرك لو حضرتك ليس موجود لا يوجد مجتمع فالمجتمع هو حضرتك ورب يخلق مجتمع إمكانياته مختلفة عن الأجواء المحيطة بيه للأسف ننخدع في بعض أحيانا ننصور اللي حاصل هو اللي حاصل اللي براه هو اللي جوه الشارع هو البيت وأول ما نصدق أن اللي في الشارع هو اللي في البيت سنتجد كيف من الشارع فالخوف. سجد الخوف سجد تفكير سجد المبدك سابت 12 واتجد بها قد تجد أفند وفي ذلك المبادئ القيم الهندسة الداخلية لحيتك الليزم واحد في الشارع اول ما فقدنا الحق البسيط ده ان رب يخلق مجتمع ومجتمع هو حضرتك وحضرتك قيمه مبدئه امكانياته التكنولوجيا الداخلية الهندسة بتاعت افكاره ترتيب حياته التركيبة بتاعته مختلفة ريزيليان في حاجة في مركبات داخلية في دم الخروف في مذبح في ذبيحة في بخور في سجود في حاجة بتحصل بس المركبات دي مش فرائض حطها للعبيد هي مكونات بتخلي مجتمع الرب مصان وقوي ومبني بصلابة اقوى من اي حاجة محيطة به رب لغة العهد القديم جدت ذهنك منها شوية رب مش حط فرائض علشان يطلع منها عبيد رب حط مكونات داخلية بيها بيعمل هندسة داخلية أو تركيبة داخلية تصنع في حياتك صلابة فتطلع مادة من ولاد الرب أقوى من الأجواء المحيطة به فلما رب يقول لك أسجد لما رب يقول لك أعبد لما رب يقول لك طلع صوتك لما رب يقول لك اعلن الدم واعلن العهد هو مش بديك فرائض وإن كان تبان كأنها لكن هي مش كده هي المكونات الداخلية ولما بتعملها أو لما بتصليها لما بتسجد في قطك لما بتتحرك في الروح بعبدتك في اجتماعك في كنستك في خدمتك في قطك أنت بتعملها وإنت مدرك أنه في حاجة بتتبني في صلابة في نوعية بتتشكل في حياتك لأن رب دائما بيطلع مجتمع شكله قوته إمكانياته قوانينه مبدئه مختلفة تماما عن اللي حواليه مش علشان هم ممتزين لكن عشان يخلق قعدة مجد تؤثر على كل حاجة حواليهم مش علشان هم اللي على راسهم ريشة مش علشان هم ممتزين أنا قاسع راسهم ريشة دي مش كلمة وعظية لو انت بتوعز ما تقولش الجملة دي فمش مش لأن هم يستحقوا أو يمتازوا لكن لأن رب عايز يريد أن يصنع مثال للعالم للأرض عشان الأرض تطلع تجري لما رب خلق مجتمع أيام مملكة سليمان وخلق هيكل وحضوره بقى مليان الأمم بتيجي تتفرج الملوك والأمم جم يتفرجوا ليه لأنه خلق هذا المجتمع الجذاب اللي في قيم ومبادئ وسمو وملوك وكهنة بلغة العهد الجديد قلت له كده ملكة سبق توبة لعبيدك الجالسين على المائدة بتاعتك دولا دولا رؤساء الجيش وبنوا أساف قالوا قلت له الهيبة الموجودة على الجالسين على المائدة توبة لعبيدك الجالسين على مائدتك متى 16 لما جاء يسوع لنواحي قيصرية في لوبوس آية مشهورة أوي متى 16 وآية 13 متى جاء يسوع لنواحي قيصرية في لوبوس كلكم سبعتوني بشارك عن المشاركة دي قبل كده قاسية في لوبوس كان مكان اللي بيعملوا فيه سحر بيعملوا فيه دعارة بيعملوا فيه كل حاجة سودة في هذا الوقت في هذا المكان يسوع مراحش هذا المكان إلا المرة دي لأن ده مكانش يروح أي حد طقي أو أي حد من عمة الشعب في ذلك الزمان ده المكان اللي هو أسوأ مكان للنجاسة أسوأ مكان للسحر أسوأ مكان للعبادة الشياطين لما جاء يسوع لنواحي قيصرية في لوبوس ولما تقرأ فاكرين لما شاركنا القصة دي يسوع كان ماشي في اتجاه وفاجأة مخرج بره لو تفرج عليها في الخريطة يعني في أطلس تجدوا خرج بره الخط بتاعه وراح للقيسرية في لوبوس وأمر جاء تاني فهو ضرب المشوار ده وأخذ التلاميذ للحتة دي عشان يحكي معهم الحدث ده وده حدث كلكم عارفينه بس المكان اللوكيشن مهم قوي لأن القيسرية في لوبوس دي كان زي أنا أكرر عشان لو كنت سمعت قبل كده كان حفد جبل وفي الجبل ده كان مليان مغاير وفي المغاير ده كان يقعد الصحراء أو يقعد اللي بيشتغلوا في الدعارة أو اللي بيعملوا زبايح للإبليس وكده فكانوا ياخدوا في المغاير في هذا الجبل وكان مكان قبيح أسود يحكي عنه التاريخ اليهودي أنه مليان دم يعني الدم في الأرض دم زبايح يعني ولك دم خنزير قصة يعني على دم مش لازم نحكي فيها ماشي في يسوع أم أخدهم لهذا المكان وكان الشعب اليهودي بيسمي هذا المكان أبواب الجحيم فتعبير أبواب الجحيم ما كانش تعبير يسوع قاله بصورة روحية طيرة في الهواء لا كليم معنى للتلاميذ لما قالوا لأن هم كانوا وقفين في المكان اللي اسمه بحسب اليهود أبواب الجحيم لما جاء يسوع نواحي قيساريت في لوبو السألة تلاميذ قائلين من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان خدهم المشوار لكي يقول لهم أنا مين رأيت المجلس رأيت الملك ربنا لا يقعد على النيل ويقول لهم أنا مين ربنا يذهب عند أبواب الجحيم ويقول لهم أنا مين هل تفهم حاجة لما تذهب لأوحش حتة في حياتك ربنا يأتي لك أنا مين مش بياخدك وانت قاعد وحد بيرنم جنبك كيبورد وهليلويا ورب يجي يقول لك أنا مين لأن الإعلان أنت محتاجه في أنا مين بيحصل عند أبواب الجحيم أنت هنا أنا أتأكد قال قوم يوحن المعمدان أخرون إلي أخرون أرمية أو واحد من الأنبياء قال لهم وأنتم من تقولون أني أنا كلكم عارفين الشاهد أجاب سمعان بوترس وقال ده الإعلان أنت المسيح أنت الرب الذي يأتي في الجسد أنت المسيح لأن روح ضد المسيح بيأتي ضد هذا الإعلان أنت المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع قال له توب لك لأنك سمعت للروح القدس سمعان ابن يونى سمعان يعني الذي يسمع يونى يعني الروح الذي يسمع للروح توب لك لأنك سمعت الروح لحم ودم لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات أنا أقول لك أيضا أنت بوترس وعلى هذا الإعلان على هذا اللايف ستايل على هذا سماع الروح على هذا الإعلان اللي هو المسيح الله في الجسد أبني شاهد معروف أبني كنيستي كلكم عارفين بردو سمعتوني بحقي أبني ده مدارع مستمر فهو عمال بيبني رب يعمل لي النهاردة بيبني كنيستي مش حيطان كنيستي هو إيه؟ هو حضرتك وحضرتك مجتمع من غير حضرتك مافيش مجتمع من غير حضرتك مافيش مجتمع فرب بيبني المجتمعات بيبني مجتمعات اسمها إكليسية هذه الإكليسية مجتمع مختلف برضو أنا بعمل مقدمة عشان أنا لسا مبتديتش المشاركة ده مجتمع خارج من الطبيعي واقف في الروح لكي يصدر تشريعات السماء على الأرض فالإكليسية هو مفتاح التعبير اللي بنقوله كتير لتأتي السماء كما في السماء كذلك على الأرض ليه؟ ليأتي بالسماء على الأرض هو إكليسية الإكليسية هي جماعة مختلفة عن الطبيعي بيخلقها الرب بيعمل منها مجتمع بيقفوا في الروح هي خارج عن الطبيعي عشان تقف في الروح لكي تأتي بقلب الآب كما هو في السماء على الأرض من خلال صلاة من خلال عبادة من خلال تشريع من خلال إيمان من خلالها تمسك بالكلمة وبتضرب بيها الأرض فتنفجر الأرض لأن الأرض تخضع الأرض لا تطيع الأرض تخضع فقال أنا ببني هذا المجتمع وأبواب الجحيم لا تقوى عليه لكن ترونوا معرفش كنتوا سمعتوا مشاركة مؤتمر بتاعها مجتمعات أنتاكي أو لا رب ينقل شعب يعني كل مواسم له شكل للبنى يعني وهم في البرية كان شكل المبنى للعمل وخيمة لكن لما استقروا في أرض الموعد شكل المبنى هيكل لما تبنت الكنيسة كان فيه شكل للعمل اسمه أرشاليم لكن بعد شوية لأنه عمال بيبني دعي بالك الشكل عمال بيتغير الهندسة الداخلية بتتغير كل شوية لأنه عمال بيبني كنيسة دائما أبواب الجحيم ما تقواش عليها فهو دائما بيبني في حضرتك وبيبني في حضرتك إمكانيات تخترق الموسم فلما يتغير الموسم دعينا أقول لك قبل ما يتغير الموسم هو بيغير التشكيلة بتاعتك لكي تبقى دائما أقوى من الموسم سنفعل شغل سنفعل شغل فساعدوني بتسمو فوشي لا تتخذوش دائما بيغير من التركيبة الداخلية بتاعتك لكي دائما شكلك يبقى أقوى من الموسم هو عمال بيبني لكن دعي بالك بيبني دي مش يعني نتروحن دي مش روحنة ده بيغير الشكل الخيمة كان لها شكل هيكل سليمان لو شكل لما تروح كنيسة أرشاليم لها شكل لكن لما تروح كنيسة أنطاكيا لها شكل غير كنيسة أرشاليم المكونات الأساسية هي هي دائما هناك دم دائما هناك فدة دائما هناك عبادة دائما هناك تكريس دي مكونات أساسية بس حتى دي شكلها كان بتغير كل موسم بس كمان الشكل الخارجي والشكل الداخلي طول الوقت بيتغير عشان يطلع تركيبة تنتصر على الموسم لو رب بنى هيكل في البرية تصبح على خير لأن البرية ارتحال فانت محتاج خيمة لو رب بنى خيمة في أرض الموعد برضو تصبح على خير مفيش ملوك حيجوا يتفرجوا على خيمة حيجوا في ملوك يتفرجوا على هيكل دهب لو رسل أرشليم قالهم نو 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 نحن نحط أدينا على أنتاكيا ونحن نقلوز لكم كنيسة أنتاكيا نقلوز لكم دي برضو كلمة وتتقالش في الوعزات فنحن هنزبط لكم كنيسة أنتاكيا ما كانش أنتاكيا بقيت أنتاكيا دائما رب عمال بيغير من الهندسة الداخلية ومن التشكيل الداخلي عشان يخلق مجتمع سبير هيدنج يعني بيخترق قمة الرمح هل تفهم حاجة؟ يعني بيشؤ ده وظيفة العمل وفيه وظائف معينة عشان تعمل كده في الكنيسة عشان تخترق الموسم فدائما رب يخلق مجتمع أبواب الجحيم لا تقوى عليه بيخترق أبواب الجحيم هو عمال بيبني 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 وخلي بالك المجتمع ده مين ده انتا وانتي ما فيش مجتمع من غيرك فهو ده بيعمل ده فيك أنا بتكلم عنك النهاردة مش كلم عن حاجة طيرة في الهواء بتكلم عنك تكلم عن اللي بيعملوا فيك استعمل تعبير في المؤتمر بتاع أنتاكيا ربي انقلنا من مستوى باركني باركني فرب ينقل شعب من مستوى باركني لأن هذه تزاد لكم مستوى باركني دي تزاد لكم يعني خلاص بقى سواء الشكل ده مش هيعدي مش نافع وبينقل حضرتك إلى مستوى ابنيني لأنه بيبنينا أبني وابني من خلالي لأن الأبناء بيبنون فالتركيبة الداخلية بتتحول إلى نوعية مختلفة خيمة في البرية بس هيكل في أرض الموعد بس أرشاليم في بداية الكنيسة بس أنتاكيا لإطلاق العمل ورب عمال بيبني عمال بيبني تعال معي بص معاك على حبة حاجات كده مبادئ روحية سفر خروج سفر خروج 25 شاهد كلكوا عارفينه لما رب أمي مكلم موسى عن الخيمة أنا حديك حتة صغيرة كده منها تعرف على مستوى شخصي هو عايز يهندس جواك إيه فحتحتاج أنك تصحصح معاين أشكرك أنك مبتاسف خروج 25 آية 8 يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم خلي بالك النهاردة المقدس دا فين بالزبط هذا حضرتك أنت مسكن قدسه النهاردة على الأرض رب لا يسكن في حوائط يبنيها إنسان رب يسكن في قلوب لحمية فالآية دي حضرتك يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم عشان كده إحد الصلوات بتاعت الهيكل لأنه أنتم هيكل إحد الصلوات الهيكل أطرد الباعة ماذا كده أطرد الباعة من دماغي دي صلوة أطرد الباعة من دماغي أطرد الباعة من قلبي أطرد كل حاجة في الهيكل بتاعت لأن الهيكل دا مقدس أنت تسكن فيه فأصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم خلي بالك بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنياته هكذا تصنعون مش حقرالك آيات علشان الوقت وأنا حريص أني مطولش زيادة برغم أن الحتة تميل أنه في حتة كده تعليمية بس مش حعلمها كلكم عارفين الشاهد عمال إيه قعد بقى يوصف له تابوت العهد بمقاييس وشكل وبعد كده المسبح البخور وبعد كده المنارة وبعد كده مائدة خبز لوجوه قعد بقى ديله تفاصيل وتفاصيل كل حاجة بشكلها وقال له اصنعها بحسب المثال اللي أنا بورهولك بس حط الفكرة بس جواك مين القدس انتو انتو الهيكل والرب أم تديله شكل كل حاجة جوا الهيكل دي الخيمة طب وفي الهيكل الأيام هيكل سليمان قد شكل كل حاجة لداود تقول لي طب ما هي كان فيه برضو منارة وكان فيه أقول لك بس لو بدخلت على صور المنارة في هيكل سليمان غير صور المنارة في خيمة داود سوري في خيمة سليمان خيمة موسى صور المنارة في هيكل سليمان غير صور المنارة في خيمة موسى وعددهم كان فيه واحدة بس في خيمة موسى كان فيه عشرة ما عرفش تعرف كده كان فيه عشرة مناير دهب في هيكل سليمان داود قال ربنا داني شكل المكونات الداخلية للهيكل بالكتابة بيده علي يعني ربنا كتب بصوابه على قلب عشان يديني الشكل رب كان حريص انه يدي شكل الخيمة من بره والهيكل من بره ويدي شكل كل حاجة من المكونات الداخلية جوه هتوافقني على الجملة اللي جاي اكيد كل حاجة كان ليها وظيفة موفقني مش كده يعني المسبح له وظيفة المنارة له وظيفة مش كده متفقين بس الشكل ده يعني لو في حاجة ملحاش وظيفة بقى ملحاش مكان لان ما فيش حاجة موجودة جوه ملحاش وظيف انت جمال انتو حسين نعمل لكم ترك ما فيش ترك في القصة بس حريص انك تفهم ما فيش حاجة موجودة جوه ملحاش وظيفة ولما كان بيعملها بس كان بديله تفاصيل شكلها لان الشكل بتاع الحاجة لازم يتطفق مع النعمة اللي ربنا هيسكبها على الشكل ده عشان يعمل الوظيفة يعني المنارة لها شكل كوزة فيه كوز على الرأس وبعد كيف في حاجاته وبعد كيف شكل للسروج وبعد كيف شكل الأنابيب وشكل قعدتها الشكل ده مربوط عشان رب يسكب النعمة على المنارة عشان المنارة تعيش في وظيفتها فلنفرد إن موسى قال له يا رب الشكل اللي أنت بتدهون للمنارة جميل بس أنا شفته في مصر أيام فرعون شفت منارة كتجنن كده في كارفور في آيكيا طب ما ناخد منها ما ناخد منها بس أبليكة عارفين أبليكات ناخد منها حلية ناخد منها فكرة ونحطها في المنارة فلنفرد إن موسى كان عمل كده النعمة اللي على الشكل ما كانتش انسكبت وبالتالي الوظيفة ما كانتش حصلت كل هندسة ربي يهندسها ومالش سستعمل كلمة هندسة النهاردة كل هندسة ربي يهندسها في الشكل هي تتطفق مع شكل النعمة اللي حيسكبها على هذه الهندسة عشان الشكل يحقق وظيفته أنا راح بيك لحتة أنا مش ب ففي حضور إلهي بيملى الشكل اللي هو بيوصفه عشان كده قاله بحسب المثال يقول لك في نهاية الخروج لما موسى أكمل العمل زي ما شاف فوق الجبل أن رب ملل الخيمة عارفين القصة دي مش كان ملل الخيمة مقاصد الرب أن هندستك الداخلية تتنقل للشكل الذي يبنيه في الموسم هذا هنا كمين أنت كنت تتوقع كمين أنا عملت الكمين رب عمال بيبني كنيسة بس كنيسة دي شكلها عمال بيتغير زي ما وصفت لك خيمة هيكل أرشاليم أنطاكيا عشرين عشرين المكونات الأسية هي هي هو الدم هو الفداء هو الغفران هو النعم هو التكريس هو العبادة هو السجود هو السوم هو هو الإرسالية هو كل حاجة بس الشكل خلي بالك أنا بتكلم عن شكل حياتك لأن المجتمع هو أنت وانتي فالرب يعمل شكل مختلف عشان يطلع من حضرتك ومن حضرتك ومن المجتمع صلابة إمكانية حضور بحسب الموسم فيطلع شكل يعرف يسكب عليه نعمة فيحق الوظيفة جملة بيخة لو شكلي النهاردة هو شكل المنارة بتاع الخيمة بس النهاردة الرب غير شكل المنارة الرب مش حيسكب علي نعمة فمش عرف الوظيفة في عشرين عشرين برغم أني عاملها بشكل قديم أوكي يقول جملة بيخة بعضكم كشر بعضكم امتسم ف فاكرين يقول أنا رب مجد هذا البيت الأخير حلووي فالرب الأنبياء كانوا بتكلموا أن الهيكل مجد وهيب أعظم من هيكل سليمان ده حصل ما حصل أسباب كثيرة مش مذكورة في كتاب مؤدس بنا بس يمكن عندي ثلاث أسباب أربع أسباب منهم لي الآية دي آه طبعا نهارده بصورة تأملية روحية هو بتكلم عن كنيسة الأزمنة الأخيرة مجد البيت الأخير بتكلم عن أمين لكن بالنسبة للشعب الموجود لأن الوعد كان لهم في الوقت ده إن المجد بتاع الهيكل اللي بيبني عزرة ده سيبقى أعظم من هيكل سليمان ده ما حصلش وفي أسباب لي ما حصل إحد الأسباب في رأيي إن هم قلدوا مكونات هيكل سليمان ما استقبلوش من الرب إيه الشكل بتاع الزمن ده ما خدوش حاجة فرش ما هو داود كان ممكن يأخذ اللي حصل في خيمة موسى ويضعه في هيكل سليمان منارة أنا عارف شكل المنارة من أيام منارة موسى كويسة كيف قال كانت شغالة وقت موسى كانت شغالة النعمة تتسكب وكانت بحقق وظيفتها أيام موسى لكن ليس سليمان أنت هنا أطبق عليك خلوتك من قبل كوفيد كانت شغالة البعض سيقول لا ولو قلت لا سنزل لك اللي كانت شغالة معهم قبل كوفيد الخلوة المنارة ممكن ما تشتغل بعد كوفيد في الأغلب ليس شغالة في كوفيد لو أنت يعني لكن ليس خلي أحد يرفع إيد وقام لي القصة ما هو أنا وهو هو لم يتغير وأنا بحبه وعايزه ومن كل قلبي بحبك وبرنم في حاجة في التشكيل الداخلي ما هو النعمة لازم تنسكب على شكل عشان يحقق وظيفة وما فيش حاجة موجودة في الهيكل لو أنت وأنتي ما لهاش وظيفة فكل سجود له وظيفة كل إراية في الكلمة لها وظيفة كل تكريس له وظيفة كل حاجة في الهيكل ليس عشوائية وعشوائية العبادة تتلغي من حياتك أنت تدرك أنك داخل كل شيء تخبط جون كل شيء تخبط جون من أول الدم يخبط جون المرحضة الماء تخبط جون الخبز الوجوه أنت تجيب جوان العشوائية تخلينا نعيش بركة بركة عارفين بركة بركة الأبطال ليس يعيشوا بركة الأبطال يبنوا الأبناء يبنون ويبنون ابنيني وابني من خلالي هذا ليس عشوائية لو مهندس جيت وقلت له ابني كده يعني زي ما أنت تحب هحط البدرون فوق ويحط المطبخ في البدرون هتف ه في حاجة بتتغير لما هي خلوتك بس بتدرك أن الخلوة دي لها وظيفة في هيكل وهذا الهيكل للاختراق هذا الهيكل عند أبواب الجحيم رب اخذهم لأبواب الجحيم قالهم أنا مين أنا مين أنتوا مدركينها أنا بابني في أكبر تحدي في حياتك القصة أنا مين أنت شجرة الحياة أنت شجرة حياة السكنة فيها لغروسها في مجار مياه لن أخاف حلو أنا بابني 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 كل حاجة بهدف بوظيفة ما فيش حاجة موجودة جواك في الهيكلة بتاعتك بدون ما تجيب جون بس أنا حديك الشكل بتاعها لأن لو أنت عملته بحسب المثال بتاعة دلوقتي بسكب عليه نعمة دلوقتي عشان يطلع وظيفة تعمل اختراق دلوقتي لو جبت شكل أرشاليم وطبقت في أنتاكيا أنتاكيا ستحقق وظيفتها بعضكم بتصور أنا بواعز أوكي ما عرفش بتعمله الخميس بالليل يمكن بعضكم عنده خدمة يمكن بعدكم وقت خروج آيا لنتصور الخميس بالليل ده وقت فاضي عندك ماشي فتعلو نتصور بكرا يعني خميس بالليل عندك وقت فاضي فإن أعطيك مثال لكي أوضح ما أريد أقوله يمكن أنت دايما على مدار حياتك تعمل دايما يوم الخميس بالليل أنا أريد مثل والمثل يمكن منظره بسيط أنت محتاج تأخذ من الرب هندسة الخميس بالليل يمكن يمكن يا أخي أنا ده وقت بقضي مع معي لك كيف تأخذ ماذا تأخذ اليوم أنت متعود الخميس بالليل بعد ما تأخذ اليوم يمكن يمكن بعضكم بعضكم يقعد مع ربنا هذا ليس جلد ليس أعطي لكم شكاية أنت مفروض تقعد مع ربنا بالمناسبة قبل أن تنام كيف أن لكم أن أحد مسيحي هنا هل تقعد مع ربنا قبل أن تنام شكاية نعم شكاية حسنا لك يسعب أن يحب لك وحنين قوي ومليان نعمة وطويل البال المهم فتح تقعد مع ربنا محتاج تأخذ الشكل من ربنا قال أنا حور ريك شكل لو بنيته حسكو بنعمة ولو سكبت النعم مع الشكل. سيحقق وظيفته. فلنفرد. فلنفرد. انك بتاخد خلوتك يوم الخميس بالليل. وخدت شكل. هتعمل ايه في القعدة معي. منه. فريش. انا متعود بقى. اطلع من نفوخي. اطلع من المنارة بتاعة سليمان. هو بيبني. عمال بيبني. وعمال بيبني شكل. لو خدت منه شكل قعدتك الخميس بالليل شكلها ازاي. وبنتها بحسب المثال. اول ما بتعمل قعدتك بحسب المثال بيسكو بالنعمة على المثال اللي هو الديه. فقعدتك بتحقق وظيفتها. يا رب تنور. ويبتدي يدوأك الطعم. ان كل حاجة في حياتك بتعملها بتلقائية. او كل حاجة كنت بتعملها. وزي ما هو واضح كده. بطلت تعملها لان ما بقاش ليها طعم. ما بقيتش بتجيب جون. ما بقيتش بتنور فبطلت تعملها. يرجع لك قوة وقيمة واختراقة ابسط حاجة بتعملها. ابسط حاجة في الخيمة كان ليها وظيفة بتجيب جون. وحضرتك الخيمة. حضرتك الهيكل. وما فيش حاجة بتعملها من محبة من عطاء. من تكريس. من سجود. من 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 اراية في الكلمة. من رفعة ايد. اي اي حاجة بتعملها لازم تجيب جون. ليه بعضكم بطل يعمل. لانه طبعا وزي ما حكينا الاسابيع اللي فات بقى بترمي مية بردة في هذا الزمن وهذا الموسم. وكان ما فيش حد تاني على الخط. يعني ترافع السماعة. ما فيش حد تاني على السماعة. ده روح ضد المسيح الشغال. حكينا عن قصص دي. بس القصة ان ما فيش حاجة تقدق فكينه ابواب الجحيم. لو هو بنا. وداك الشكل. بيسكو بالنعمة. فبتحقق الوظيفة. فكل حاجة بتجيب جون. فأبواب الجحيم لان تقوى. حديك مثال حالا. بس هو كان بديوم شكل كل حاجة. بسوا بسوا. هو ده سبب مسلا خروق خمسة وعشرين لغات الآخر. بديوم تفاصيل الحلية والوردة بقى شكلها سنبولة كده. وبعد كده دي من مادة كذا. ودي من المادة. وبعد كده الخيمة من بره من جلد كذا. وبعد كده تحتيها قماش ابيض كتان. وبعد كده فقيها من جلد ماعز اسود. وبعد كده من جوه هو عمال ايه؟ طب يعني لو حطينا عندنا قماش جبناه من نحطه بدل نو انا هو بيديكي الشكل. طب انا عارف عملها لو كنت بعملها سنة الفتكة كويسة كنت باخت خلوتي كنت بادرس دايما في الحتة دي. خد الشكل ولما تاخد الشكل بيسكو بالنعمة ولما بيسكو بالنعمة على الشكل اللي هو دا بتحقق الوظيفة بتجيب جو. فدهم تفاصيل. خليني اكمل معاك و هو ما تدومش تفاصيل بس. تعالى لسفر العدد. سفر العدد صح عشره. انتم كويسين. مش كلكم. سفر العدد صح تسعة طيب. تعالى لما عشرة ما عجبكمش. عدد خمستاشر. اصحاح تسعة آية خمستاشر. في يوم اقامة المسكن غطت السحابة المسكن خيمة الشهادة. يعني لما لما خلص خلصة الخيمة جات السحابة وغطت الخيمة. في يوم اقامة المسكن غطت السحابة المسكن. فالمسكن باوظفته. اووظفته انه خيمة الشهادة. المسكن ده الشكل. لما تعمل المسكن بحسب المثال. النعمة جات على المسكن. جات على الشكل. ففي شكل اتعمل هو اللي قال عليه. لما تعمل الشكل. النعمة جات على الشكل. فالشكل جابجون. حق الوظيفة. انه بقى خيمة الشهادة. قبل ما السحابة تأتي على المسكن اسمه خيمة. لما جات على المسكن بقى اسمه خيمة الشهادة. فاهمين حقا؟ حققت الوظيفة. اي حاجة في حياتي. بصوا. والسحابة ما بتجيش إلا على شكل هو قايله. النوال اعمل المنارة كده. لما عمل المنارة كده. اوكي. اعمل مائدة روجوه كده. وتفاصيل. ليه التفاصيل عشان يقول لك. انا باجي. لازم الشكل ينطبق مع النعمة بتاعت دلوقتي. خلي بالك. انا مش بحكي لك بقى عن الترابيزة النهاردة. انا بحكي لك عن 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 ازاي انت بتاكل. و ازاي الشكل هو حيوكي لك ازاي. بالمناسبة اوعى تتصور ان دي بقت معقدة. بالعكس دي بقت اسلس و اجمل. عمرك عمرك و توقف تصلي و شفت نفسك ساجد. تلاتة هزوا راسهم والبقيين بقولوا عن ايه بصلي. ساسأل السؤال مرة تاني. عمرك و توقف تصلي. و و انطباع داخلي جواك. انك ساجد. بس مكانش نافع مثلا ان تسجد فافضلت واقف عادي. بس ايه الشر برا وبعد كده نفط التراب يعني فكرة كده عادت علي كده ان انا ساجد. اه. هو ايه اللي بيحصل والحاجة هو بحد بديك سورة. السورة بتاعتك دلوقتي. ده المثال بتاعك فوق الجبل الآن. بس انا واقف حلو قوي بس المثال بتاعك فوق الجبل ساجد. لو سجد. النعمة تأتي على الشكل فالسجود بيجيب جون طب أنا كنت واقف يعني ما كنتش بيجيب جون ربنا يا مخو كبير فأنت عايز بركة ولا عايز تجيب جون طب اوكي تيجي المرة الجاية اوكي أنا عارف أجيب اللجوان أو متساجد لا مين ها المرة الجاية المرة الجاية بردو أنت محتاجت لأن لما جاء داود يبني الهيكل سمع من الرب ما عملش ما قلتش موسى لما جم عزرة يبني الهيكل ما سمعش من الرب قلت سليمان فالمجد ما كانش أعظم فالهيكل ما جابش جون انت جمال لو عيشت بقى ان رب يهندس حياتك يعني الشكل بتاعي والشكل بتاع وجهك لي في كل حاجة بتعملها ومش بتكلم بس على العبادة مش بتكلم بس على السجود بتكلم على شكل الرب رب شايف شكلك ازاي وانت مع عيالك رب شايف شكلك ازاي وانت مع صحابك رب شايف شكلك ازاي وانت قاعد بتشرب قهوة مع عيلتك ايه الشكل الرب هو الرب عنده شكل لي وانا قاعد بشرب قهوة مع عيلتي نعم هو انت هيكل للرب في الاجتماعات ونص كم مع العيلة انت ما بتقفلش انت هيكل للرب وانت نايم وانت بتاخد دوش وانت في الحمام وانت مع عيلتك وانت مع عيالك انت هيكل لا هروب فانت مزنوق وهو مزنوق انت مزنوق انك انت الهيكل وهو مزنوق انه ما بسكونش الا في الهيكل فانت في كل لحظة وانت بتتعشى انت الهيكل وانت بتتخانق في مصلحة حكومية للأسف انت هيكل بتتخانق والرب دايما ليه شكل للهيكل بتاعك عشان كده ولاد الرب في الهيكل في الهندسة الجديدة طول الوقت يعنيهم مرفوعة ايه الشكل انت بتعمله دلوقتي فيه ياما ياما كثيرين يقولين انا ما كنتش قادر اععد في المكتب هو في الشوال يقولين ما كنتش قادر في المكتب حاجة بتاكلني ارفع ايدي حاجة بتاكله يرفع ايده احسن حاجة نقولها كتير جدا احسن حاجة تروح الحمام تروح الحمام تفرع نفسك الباب وتأخذ خلوتك احسن حاجة حاجة احسن حاجة في يوم قامت المسكن غطت السحابة المسكن خيمة الشهادة فمسكن اتركب اتهندس جت السحابة عليه فبقى وظفته بقى اسمه خيمة الشهادة يعني قبل ما السحابة تيجي تابوت العهد كان جو كل المركبات جو بس ما اسموش خيمة الشهادة بعد ما خلص التركيب السحابة جت النعم انسكبت على الشكل فحق الوظيفة انا بكرر مش كده بس التكرار اوكي عدد 17 متى ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بانو اسرائيل يرتحلون في المكان حيث حلت السحابة هناك كان بانو اسرائيل ينزلون حسب قول الرب كان بانو اسرائيل يرتحلون حسب قول الرب كانوا ينزلون جميع ايام حلول السحابة على المسكن كانوا ينزلون اوكي عدد 22 او نقرأ من عدد 21 اذا كانت السحابة من المساء الى الصباح ثم ارتفعت السحابة في الصباح كانوا يرتحلون او يوم او ليلة ثم ارتفعت السحابة كانوا يرتحلون او يومين او شهر او سنة متى تمادت السحابة على المسكن حل عليه كان بانو اسرائيل ينزلون ولا يرتحلون متى ارتفعت كانوا يرتحلون ايات 23 حسب قول الرب كانوا ينزلون حسب قول الرب كانوا يرتحلون وكانوا يحرسون حراسة الرب حسب قول رب يهدي موسى. يكونش الروح القدس عمال بيكرر الكلام? مش نادر بس. طب ليه بيكرر الكلام? عشان يقول لك بس هم كانوا مشين في اتحاد في معاهدة مع السحابة. ويقول لك ايه? انهما كانوا لما بيرتحلو وكانوا مبيرتحلوش بهرجلة. كان رب مديهم شكل للارتحال. يعني ما هندسش التركيبة الداخلية بس بتاعت الخيمة. لا ده هندس حركتهم. يعني اول ما كانوا يرتحلو اوكي. ايه 11 من اصحاح 10. اصحاح الوراة اولي ايه 11. في السنة الثانية في الشهر التاني في العشرين من الشهر ارتفعت السحابة عن مسكن الشهادة. فارتح لبان اسرائيل في رحلاتهم من برية سينة في حلة السحابة في برية فاران. ارتحلوا اولا حسب قول الرب عن يد موسى. اوكي خلي بالك. 14 ارتحلت راية محلة بني يهوزة اولا حسب اجنادهم. 15 بعدها بني ساكر 16 بعدها بني زابلون بعدها 17 ثم انزل المسكن يعني الخيمة. فالخيمة ما كنتش تطلع اول حاجة. لا ده يهوزة الاول. وبعد كياه ساكر وبعد كياه زابلون وبعد كده الخيمة وبعد كده ثلاث أصباط تاني. وبالتالي هندس لهم الحركة. ما هندسش بس العبادة هندس الحركة. اوكي. فلو انت اتفرقت على الشعب انا انا رايح بيك لحتة انا هتنقل يعني. لو انت اتفرقت على الشعب منظره وهو بتحرك كنت ستلاقي حاجتين. اولا الشعب متنظم. بس مشيدي نقطة اريد ان اركز عليها. فوق الشعب فيه سحابة. بس السحابة دي مربوطة بالخيمة. لأن الخيمة دي فيها تابوت العهد اللي معمول بحسب المثال. اوكي. فيه حاجتين موجودين في وسط المجتمع ده. فيه سمى مفتوحة فوقيه. وفيه مركزية روحية داخلية جوه الشعب مليانة نار. بحسب المثال فمليانة نعمة. معمولة بحسب شكل الرب فمليانة نعمة. هل دا ينطبق على حياتك ينطبق على حياتك ليلا. رب يعمل إنسان روحي داخلي وبيملا لأنك بتهندس حياتك بحسب الشكل فبيسكو بنعمة فبيملا بنار الخيمة بتاعتك فبتجيب جون لما بتتحرك كده بيأتي بسحابة فوقيك دي دي سمويات مفتوحة دي أجواء مفتوحة ده ده نتيجة لأنك أنت بقيت خيمة شهادة من تركبت حياتك بحسب الشكل وكل شكل بيسكو عليه نعمة فالشكل بيجيب جون لما الرب يلاقي الخيمة بقت خيمة شهادة اللي هو حضرتك بقت هيكل للشهادة السحابة بتتفتح فوق فبقى في مركز داخلي وسحابة فوقيك وكانوا بيرتحلوا شكلهم كده طول الوقت في تابوت عهد وفي سحابة لو أنا قبل المشاركة دي جيت عملت انترفيو معاك بلتلك السحابة دي بتمثل ايه حتقول للحضور اله سألتك تابوت العهد بيمثل ايه حتقول للحضور اله صح لا صح ما تطاقش تابوت العهد والحضور اله لان ده الرب اللي كان بيأتي وبيجلس عليه بين الكاروبيم اسمه كرسي الرحمة وبيكلم موسى فيه وجه فده كان الحضور اله فتابوت العهد والحضور اله والسحابة حضور اله يبقى كان فيه اتنين حضور اله كان فيه مركزين للحضور اله كان فيه مركز داخلي ومركز فوقهم كان فيه شكل داخلي بحسب المثال والرب سكب عليه نعمة ففيه تقلل حضور وبسبب هذا الشكل الداخلي بقى فيه سحابة فوقهم يا رب اتنور طب انا ليه دور في السحابة الفوقية لا انا ليه دور في التركيبة الداخلية انا بركب التركيبة بتنسكي بالنعمة اي حاجة بعملها بتجيب جون فاي النتيجة النتيجة ان ربي ومساكب سحابة فوقها لان ده الهيكل بتاعي فبسكن فيه وبغطيه اوكي انت جمال يا رب ديني نعمة سفر العدد الصح 23 فاكرين بلعام وبلق حسأل سؤال هو شعب الرب كان مدرك اللي بيحصل فوق الجبال حواليه كان فيه ثلاث جبال وبلاق يجيب بالعام واخدوا على قمة جبل وقولوا العام للشعب هنا اعمل عيافة وعرافة فيقوم جاي بزبايح سبع زبايح سبع مذابح وسبع زبايح ويعمل سحر اسود عشان يلعن الشعب من فوق الشعب ارتحل اقرالك الاية اوكي انت جمال جدا 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 سفر العدد اصحاح اتنين وعشرين ارتحل ونزلوا في عربات مقاب من عبر اردن اريحة دي وادي كده حواليه ثلاث جبال فقعدوا في الوادي جوا في وسطهم ايه الخيمة الشهادة وفوق خيمة الشهادة جوا تبوت العهد والنار فكل حاجة جوا دي بتجيب جون فويهم سحابة فوق الجبل بلاق نذهب العام قالوا تعالى نعنلي الشعب كلكوا عارفين القصة جايل عن ايه ام بارك قالوا تعالى من ناحية التانية فأمطلع فوق الجبل تاني قمة جبل تاني لها اسماء ومعاني بس مش موضوع راح لقمة جبل تاني قالوا نعنوني منها فقالوا جيب لي سبع زبايح سبع مذابح وعمل سحر اسود كامل معرفش يلعن باركهم نمر اتنين قالوا طب طلع لي هو ايه بيدور على صغرة خلي بالك الشعب في هذا الزمان لم يكن في قمة حالته الروحية بس كان فوسطي هندسة بتجيب جون وفقيس حابة يعني الشعب ما كان احسألك السؤال هو الشعب في عربات مقاب كان مدرك اللي بيحصل فوق الجبل كانش مدرك يعني حدونتك ماشي ومش مدرك ان في حرب غير ظاهرة شغالة فاخدوا للقمة نمرة ثلاثة قالوا يمكن من هنا نلاقي صغرة ام بارك زيادة قال أنا جبتك تلعن فتا عدت تبارك ثلاث مرات قال خد الرابعة كمان ببلاش خد الرابعة ببلاش تشتري ثلاثة جبل هاخد الرابعة ببلاش ده اللي حصل بأمانة قال قال 1 ام بارك قال قال 2 ام بارك قال 3 قال ام بارك قال أنا جبتك تلعن باركتوا ثلاث مرات قالوا خد خد فور بركة برضو كونكوا عرفين قصة بالعم وبلق لعيافة ولا عرافة لما يبصر إثمن ولا رأى تعبن الشعب ما كانتش في حالة روحية كويسة بس كان في حاجة كان في تكنولوجيا شغالة جوه هذا الشعب من خليه برغم انه مش مدرك ان في حرب شغالة هو محافظة هو أقوى أبواب الجحيم لم تقوى هو مش واخد باله ليه لأن الشكل خلي بالك مش بغكة الشكل كان بحسب المثال فالشكل عليه نعمة فكل حاجة بتجيب جون فالشكل فوقي سحاب جزما عشان جزما ان شكل حياتك الداخلي يبقى بحسب الشكل اللي هو بيقوله لك فيسكو بنعمة وقال وقت ان كل حاجة بتعملها لأنها بحسب الشكل اللي عليه نعمة تبقى مصدق ومدرك انها بتجيب جون كل سجدة كل محبة كل تكريس كل ايد مرفوعة كل مش مش تدين مش تدين هو بيطلع هذا الشكل فيك ومش بس الشكل الداخلي بتاعك لا كمان شكل ارتحالك شكل مسيرك شكل مشيك انت بتمشي ازاي ايه اللي بيطلع عن امر واحد ايه اللي بيطلع عن امر اتنين ايه اللي بيطلع عن امر ثلاثة ففي شكل بحسب المثال واول مرة بيجد شكل بحسب المثال بيسكو بالنعمة فالشكل بحق وظفته فبتجيب جون في كل حاجة فبقى اشتدين بقى مثمر بقى سهم بيصيب الهدف فلما يأتي بلعامه بلاقي حول يلعانه انت اصلا انت مش هنا انت ماشي في الشكل فماشي في النعمة فماشي في الوظيفة فماشي بتجيب جون اعلى مفخلهم ليه لان لا عيافة ولا عرافة لم يبصر اثما ولا رأى تعبا دي يقول لك ايه فاكريني القياد دي تقول لكم عارفينها طبعا واذا الشعب يقوم كأنسى الاسد يرتفع كأسد لا ينام حتى يأكل فريسة له سرعة الرئم الله اخرجه من مصر هتاف مالك فيه والشعب ما كانش يعني مدرك ان في حرب شغالة لا ده 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 في عالم الروح في حاجة شغالة هم بيعيشوا بكل كلمة منطوقة من فم الرب وبكل صورة فانا النهاردة قاعد بس حاجة بتاكلني انسان الروحي انسان الداخلي شكله رفع ايده او انسان الداخلي شكله ساجد او انسان الداخلي شكله بيتواضع او بيخسط جلين حد او بيتوب او انسان الروحي مكان النار بتاعه فبحطه في الشكل اللي هو بيرسمه فبيسكب نعمة فبيحق وظفته فانا ماشي كده ابواب الجحيم انا عارف ان مشاركة النهاردة ملخص الحتة دي عشان الروح للاخر شاهد في مجتمع بيخلق الرب هذا المجتمع بيتهندس بيتبني بحسب مثال اول ما بيهندس ايامه ساعاته اوقاته خدمته علاقاته بحسب صورة صورة الرب لي هذا الشكل رب يسكب عليه نعمة فبيسكب روحه فهذا الشكل بيجيب جون بيحق الوظيفة ورب يقوم شاهد ان دي الخيمة بتاعته ده ابني دي بنتي فالسماء تأتي على الارض وهذا الشعب لما بيجي يعمل حاجة مش بيعملها عشوائية بعشوائية الغي المصري لكن ب بستراتيجية ابطال ففيه غي مصر اللي هو البركة كله ماشي بس فيه استراتيجية ابطال ربي خلقهم في بلدنا حنحكي عنها في المؤتمر انا كنت عايزة اسمي المؤتمر اياته عجائب في ارض مصر بس احنا مؤتمراتنا بتخدم انا بقالي يومين عمال بصالة العراق مش عارف ليه فاقصد انه ما حبيتش اسمي المؤتمر كده لحسن حد من بره مصر يصور ده مؤتمر عن مصر لان رب عايز اعمل آيات وعجائب في كل المنطقة العربية بس خلي بالك انه انه كتير كنيسة مصر عايش عاشد بغي مصر غوغائية مصر وربي طلع ابطال في مصر استراتيجيين لما بسجد انا عارف انا بعمل ايه وانا بتوقع انه لما بسجد لان ده حسب مثال هو بيشاور لي عليه فانا بسجد فبيسكب نعمة فبتجيب جون حسيت او بحسيتش بس انا استراتيجي جدا انا بسجد وانا عارف انا بعمل ايه طعم مختلف خالص لما كل حاجة تعملها في يومك تبقى مدرك انها بتجيب جون حتى لو قاعد تشرب قهوة مع عيلتك فانا مش بتكلم انك يعني قاعد في القلاية لا ده انت قاعد تشرب قهوة مع عيلتك لا ده انت قاعد تلعب مع عيالك لا ده انت بتجيب ورق مش من عارف ايه بس بس بقلبك مرفوع ايه رب ايه الرسمة اللي انت بترسمها لي في المشوار اللي جاي ده حبائي مش عايز زوود بس ربنا مستعد يوريك القاعدة اللي انت هتعودها قبل ما تعودها لو انت رفعت قلبك وقل له وقل له ايه الشكل اللي انت عزت بقال ربنا مستعد يوريك القاعدة شكلها ازاي وانت تقاعد فين وانت شكله ايه وانت حتعمل ماو في القاعدة قبل أنت ربنا عزيديك المسال ربنا عايز الآب يحب الابن وعايز يوريه جميع ما هو يفعل الابن لا يستطيع ان يفعل شيء من نفسه ده يسوع كان متكلم عن نفسه الابن لا يستطيع ان يفعل الا ما يرى الآب يفعل كل ما يفعله الآب يفعله الابن ايضا الآب يحب الابن انا بأرى لك يحن الاب يحب الابن ويوريه جميع ما هو يفعل فالآب عايز يوريك الشكل ده مش يعقد الدنيا بالعكس ده بيخلي كل حاجة ليها طعم لو رواحت النهاردة من الاجتماع ده وعملت اللي انت بتعمله كل مرة يوم أربع اللي انت حتعمله بعد الاجتماع ده ملوش طعم لكن لو عملت بعد هذا الاجتماع لما رواحت البيت عملت الشكل اللي هو في قلبه حيبقى فيه مفاجآت لأنه حيبقى ليه طعم مختلف وانت مدرك انك بتجيب جون كل حاجة بتعملها بالأوتوماتيك بتاعك ملوش طعم بعد شوية بتزهق منها عشان كيه ناس كيه بتزهق كيه كتير ناس نزهقت في الكوفيد امتى بقى اللي مش عاف ايه اخلص طب اهو خلص ها عملتوا ايه لما الشكل بيتغير انت كده بتختبر اختبارات مختلفة الطعم بيتغير تماما فبتجيب جون عشان اختي مع عموس عموس سبعة اختي نعمة وانا داخل لازم نخلص بدل النهاردة عموس سبعة عموس سبعة زي من شايفين انا بقطي عموس سبعة ايا سبعة عموس سبعة سبعة اراني واذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده زيك عموس سبعة اراني واذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده زيك قال لي الرب ماذا انت رائيا يا عموس قلت زيك عارفين الزيك الزيك هو الاداء اللي بتخليك تبني الحائط باستقامة ممكن تبني من غير زيك يعني تحطوا الطوب على بعض وتملط عليه فيطلع الحيطة كده لكن ممكن تجيب زيك لو جبت الزيك طوب بتزبط وبعد كده لو هتعمل عليه محارة زيك برضو عشان كل حاجة تبقى باستقامة باستقامة قال لي الرب ماذا انت رائيا يا عموس قلت زيك قال السيد ها انا ذا واضع زيك في وسط شعبي بك يحكي بقى بلغة العهد فلا أعود أصفح يعني ايه أول ما بقى فيه حيطة مظبوطة أي حيطة ميلة بتبان لو كل حواية ميلة رأوا دماغك لكن لو في حيطة مظبوطة بتبان الحيطة الميلة مش محتاجة فكا دي مش حاجة روحية يعني اوكي لو انت ماشي في شارع في عواميد نور كل عواميد نور مش باستقامة اهي ماشية لكن ايه اللي بيخلي دك تعرف ان في عمود نور ميل ان في عمود نور مستقيم المستقيم عرفك الميل الرب بيبني حوائط مستقيمة فينا عشان يحكم على حي حوائط ميلة ودي حاجة كويسة ودي حاجة كويسة في العهد القديم دي حاجة صعبة لا أعود أخفر آه طبعا لأن الحيطة المستقيمة بيانت الميل في العهد الجديد أنا بابني مستقيم لأن رب بيبني كنسته وابواب الجحيم لا تقوى عليها ايه اللي بيعمله الرب رب عايز يعمل شكل كل حتة فيك بحسب مثال النهاردة بيوريليك عايز شكل خدمتك شكل خلوتك شكل قريتك شكل قعدتك شكل علاقاتك بيهندس حياتك هندسة جديدة عشان هو عمال بيبني كنيسة أقوى من الأتموسفير أقوى من الأجواء المحيطة فلما بنا الخيمة مشي مع البرية بنا الهيكل مشي مع المملكة بنا أرشليم مشي مع الزمن لكن لما بنا أنطاكيا كل واحدة منهم مختلفة عن الثانية بهندسة داخلية مختلفة عشان تمشي مع الموسم بتاع الزمن والإرسالية المكونات الأسية كلها هي فالسجود هو السجود الدم هو الدم العهد هو العهد تكريس هو التكريس الصخرة هو المسيح المسيح ابن الله الحي اللي بتتبني عليه الكنيسة بس الهندسة اليومية بتاع حياتك واسجودك بتتنقل في الزمن دي بيحصل لها أبجريد حد جالوا عنده تليفون قلوه بنعمل ترقية للأوبريتنج سيستم بتاعه فيه نازل على الكنيسة أبجريد فينا والكنيسة مش حيطان الكنيسة حضرتك وحضرتك أبجريد ده بيجدد النظام كله بيغير ده أبجريد جديد تييل بيغير كل حاجة بيغير 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 بيغير